موسيقى أشت في بياء وتربية والدي كان رجل من رجال الشيخ إيسى المغفور لله يرحمه يعني كانت علاقة الوالد وعلاغتي أنا معهم ومع سيدي جلالة الملك وسمو ولي العهد علاقة طيبة ومميزة كانوا محبين للجميع وبسيطين وأبوابهم مفتوحة مع الجميع وإحنا عشنا في ذاك الوقت في الرفاع الغربي يعني منطقة بسيطة الناس غريبة لبعض الناس محبين لبعض الناس يعني حتى مواصلهم وزياراتهم في جميع المناسبات بدون مناسبات ما كان في أي مواعيد فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى هذه البلد مبروكة وغيادتها مبروكين وقريبين وللأمانة يعني سياستهم مع شعبهم سياسة بسيطة وحكيمة أبوابهم مفتوحة للجميع تمدوا هذه السياسة من سنين تواصلهم مع الناس ومحبتهم للناس قربهم للناس نشعنا يعني في الرفاع الغربي مع عوائل محترمة ومع أسر كلها كل محبة وتقدير وكنا ما كان عندنا فرغ بين الأبناء والغبائل والعوائل كلنا نعتبرنا أنفسنا أسرة واحدة كلنا نكمل بعض وهذه اللي يعني ربونا أبانا عليه وأجدادنا وكان نعج البلد وغيادتنا الرشيدة يعني دائما ما تفرق بين العوائل ولا بين المذاهب ولا بين الناس كلهم كبحرينيين لهم الحب ولهم الاحترام ولهم التقدير في ذاك الوقت الحياة ذاك الوقت هناك جدا بسيطة ما هو الآن الحياة للأباء مفرين لأبنائهم كل حاجة ومسهلين لهم كل أمور وإحنا من يوم دخل علينا التواصل الاجتماعي والتلفونات والأنترنت يعني خرب العالم بعد فيه ناس استفادت منه واستفادت استفادة يعني لعملها ولمصلحتها وفيه ناس أساءت استخدامها إحنا لذاك الوقت ما كان هذا موجود عندنا يعني كنا ندرس وكنا يعني ملتزمين تحفيظ القرآن لنا وقت محدد يعني نطلع فيه مع ربعنا نلعب الكورة يعني زياراتنا محددة معارفين وقت دراساتنا ووقت متى نرجع البيت وكان فيه انضباط وفيه التزام وفيه احترام ما لا كان فيه أي تسيب ولا أي لعبة ولا أي خرابيط يعني والناس اللي نروح لهم يكونوا معروفين وتعارفين العوائل عندنا عوائل محترمة كلها يعني الرفاع الغربي غالبيت أهالي الرفاع الغربي غالبيت هنا أسر عائلة محترمة وفيه تواصل بيننا وبينا ونلعب معهم رياضة فيه فيه طفلاتنا الكورة ومالكورة وكنت حد لعبين نادي الرفاع الغربي في ذاك الوقت ولكن يعني كنا ملتزمين الآن تغير الوضع يعني اختلف الآن الجيل هذا وين قبل أربعين سنة أو خمسين سنة يختلف الوضع أنا درست في الرفاع الغربي وبعدها انتقلت كمل دراستي في مدينة عيسى ومدينة عيسى بعد درست في بريطانيا سجلت في الجامعة الأمريكية في بريطانيا درست فيها فترة خلت بكالوريوس في إدارة العمان عملت اشتغلت يعني كنت مع والدي عاد نسغي نروح لسمو الأمير الراحل سابغا الشيخ عيسى الله يرحمه ثم بعد ذلك يعني التزمت معهم في العمل وكان الشيخ عيسى الله يرحمه والد للجميع وبسيط وجدا يعني رجل ذكرى معه جميلة ولت النساء ومن بعدها بعد ما توفى التحقت يعني مع سيدي جلالة المالك الله يطول عمره وجلالة المالك الله يطول عمره بعد قبل الجميع يعني ورجل قلبه كبير ويتسع الجميع ومن بعدها التحقت لما يعني أول مشروع اتخذ جلالة المالك اللي هو المجلس التشريعي وكذا وفتح المجال لشعب البحرين كلهم للناس منها تشارك في الغرار السياسي ويشاركون في العملية السياسية ويكون لهم دور يعني نقل البحرين نقلة نوعية اليوم البحرين كمملكة البحرين يعني صغيرة بحجمها للأمانة لكن اسمها وسمعتها وصيتها وصل اليوم إلى المماليكة الدستورية العريقة اليوم يعني جلالة المالك رجل ذكي ورجل له نظرة ثاغبة نظرة بعيدة أكبر من نظرتنا ومحتوينا ومحتويها العالم ذي كلها ورجل يعني اللي سواه حق البحرين ما حتسواه قطلة يعني ولا الدول سوته أنا نشأت عندهم وترعرعت عندهم وربيت عندهم وحد عيالهم وتربيتهم وتربية كانت فاضلة وحسنة وكانوا يحثوننا دائما على الخير وعلى العلم الطيب وعلى العدب وحسن الخرق والتعامل باحترام والنظرة للناس نحترم الناس منه يكون الشخص لأنهم للأمانة قدوة للجميع فالشيخ إيسا طبعا في وقته ذاك الوقت كنت حد مرافغيه وكان بالنسبة لنا مثل الأب ويحترمنا ونحترمه وكان والد للجميع وكان بسيط في تعامله في رؤية وله مواقف مع شعب البحرية كلها الشخص يعني مواقفة لا تنسى ولا تحصى ولا تعد نظرتهم تختلف والجلسة معهم شرف ومفخرة أن الرجل يقعد معهم لأننا تعلمت منهم الكثير أنا أحد عيالهم واستفدت منهم اليوم نحن قاعدين ندرس عيالنا ونعلم عيالنا كل نهجهم وطيبهم وتواضعهم وتعاملهم مع الناس ومهذا الحكام وملوك فالقرب منهم مكسب والقرب منهم مفخرة ويتعلم لسنا اليوم جلالة الملك الله يطول عمره ويسلمه مدرسة رجل لما يتحدث تستفيد منه تكون مستمع هالكلمات اللي يقولها تدرس والله يتدرس نحن أنا رجل قريب منه وجلس معاه أكثر من مرة وكذا ورجل مدرسة وحكمه وقمه في الأدب وفي الأخلاق وفي التواضع المشروع الإصراحي مشروع يعني مميز ورائد في المنطقة اليوم قلت لك فتح المجال لشعب البحرين فتح على مصرعه خلاص اليوم سوى ماجل استشريعي وخلاه مطلق الحرية وعطاه الصلاحية الكاملة وخلا شعب البحرين الكل يشارك في الغرار السياسي الكل يد اللي يبغي رشح أبدا من حق لك أنك ترشح ومن حق لك أنك تعبر وندش المجلس النيابي والغرار في النهاية للناس فسحارة انتخابات حرة ونزيهة والكل يشارك فيها أنا من الناس اللي دخلت أكثر من مرة ما فست ودخلت عقبة وفست الفرصة اللي يتيحت لنا لا تعوض اليوم كونه نحصل على حق أن نحن نشارك في هذا العمل السياسي وندلي بأصواتنا ونشارك مشاركة فعالة في الغرار السياسي في البلد نمثل الناس بكل أمانة بكل حرية يعني اليوم الناس من خلال النار ممكن يوصل صوتهم وأي مطالبهم وأي مشاكلهم إحنا لو ننظر الدول اللي غيرنا سواء كان اللي حولنا ولا اللي بعيد ما عندهم اللي موجود عندنا اليوم عندنا ما أجلس إلى الحرية ويعبر عن رأيه اليوم فتح المجال للصحافة حرة أي شخص اليوم مجالس الناس تتكلم العضاء المجلس يعبرون عن آراءهم يتكلمون في الصحافة في السوشال ميديا في كل المحل اليوم عطونا مساحة كبيرة في الحرية أن نحن نعبر في حدود الغانون في حدود الدستور وعبر عن رأيك كل ما يتعلق بالناس ومشاكل الناس وحياة الناس وما يحتاجونها للناس توصل من خلال الناس أنت طال عمرك إذا كان لك تواصل مع الناس وعارف مشاكلهم وعندك الرغبة وترا في نفسك الكفاءة وعندك القدرة أنك تخدم الناس بكل صدق وآمانة من حقك أنك ترشح في النهاية الغرار للناس إذا الناس وصلتك لهذا المجلس تعبر عن أراها وتكلم عن أراها وتخدمها بكل أمانة وصدق وهذا اللي حصل وجزاهم الله خير يعني إحنا اليوم حديثين يعني المجلس لازم بعد إحنا نقر أن هذه المجالس بالنسبة لنا حديثة إحنا اليوم في دول بالمئات السنين وإلى الآن قاعدين يقرون قوانين وقاعدين إحنا في قوانين المجلس هذا أقر قوانين وحد القوانين كثيرة لمصلحة المواطن قوانين صبت كلها في مصلحة المواطن القوانين قانون العقوبات البديلة هذا إحنا قررناه أنا كتر رئيس اللجنة في اللجنة الخارجية الدفاع العمل الواطني عندنا شرسل مش قانون الصحة العامة قانون العمل قانون الصحافة تأمين الصحي الآن خلاص أقر يعني علاوة الإسكان قراءة المعيشة أمور كثيرة حتى الكهرب إحنا شوفي قانون العقوبات البديلة اشتغلنا عليه وأقر واليوم يخدم آلاف السجناء اللي طلعوا قانون حقوق الإنسان اشتغلنا عليه تذكر طبعاً ما أنا كشخص لكن إحنا كليجان وكالزملاء كانوا معي في ذاك الوقت والآن الأخوان الموجودين بعدان متأكد أنهم يكملون المسيرة والأمور ولكن قانون العقوبة البديلة كذا قانون غريناها كانت لمصلحة الناس واستفادوا منها الناس اليوم يعني ناقلة ما صارت حتى في دول أجنبية ولا دول عندنا اليوم غانون العقوبة البديلة يعني الواحد لما يعاقب ولا يطلع خلال غانون العقوبات يقعد عنده له ويشتغل فيه 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 وظيفة يا فيه بدالة يا فيه وزارة يا فيه يعني قانون رائد في المنطقة اليوم بدال إحنا ما نقعد الناس ولا هالعالم تاكل وتشرب وفي النهاية يطلع بفكر وعقلية مختلفة يسجن كذا سنة لا خلي مع عياله ومع أسرته ولكنه يغنن إذا الرجل التزام وصار رجل من ضبط يقدر ويعفى فيما بعد يعني اللي صار في البحرين شي رائد صراحة موضوع عن قوانين قوانين كثيرة التطور مع البلد اليوم اللي قاعد يصير العالم كله أنا مش منعزل عن الناس أنا من خلال نعيش من خلال العالم اليوم إحنا نشتغل والحكومة الموطرة برئاسة سمولي يشتغلون عمل يعني جبار يشتغلون شغل إحنا لازم انتواكب معهم ولازم يكون فيه تنسيق فيما بيننا يعني اليوم إحنا نعمل من أجل البحرين ومن أجل المواطن لكن إحنا عايشين في عالم لازم انتواكب مع الناس يعني كل يوم التغيي يعني أنت لما تكلمين عشر سنوات الوضع كان غير والآن غير والغادم غير فإحنا المجلس يبدأ بما انتهى ويتواكب مع الناس يشوف شنو الغانون هذا يمكن الغانون هذا أن نحتاج نطوره أن نحتاج نعدل عليه فنأخذ وقت ونأخذ مرئيات الجهات المعنية في هذا الأمر إذا كان يتعلق بالعمل إذا كان يتعلق بالصحافة إذا كان يتعلق بجارة العمل بالصحة إلى آخر تجيب الجهات المعنية ونجتمع معهم ونقعد بالشهر شهرين ثلاثة قد يأخذ أكثر إلا أن تطلع برؤية في نهاية المطاف لمصلحة هذه البلد ومصلحة الناس بسابعة كنت أحب الرياضة في شبابي عادي صغير بقى الفترة اللي عقبها كام يولي للقنص بالصغور وكذا وكذا ورحنا مع الشخ إيسا ومع يعني عياله ونحب الضيور طلعة البر هي تنفس يعني الواعي الإنسان لما يطلع البر أحب العبل أحب الخيل أحب الصغور يعني المقناص في البر متعة تنسجم خاصة الإنسان اللي يشير ميوله سياسي فلما تطلع في هذه الفترة تستانس تترك عنك الصحافة والسياسة والأمور وتنشغل بالصيد والعناسة ومع أخوانك ومع ربعك ومع زمناءك كانت هوايتي هو الطيور والصغور والمقناص فيها من أحسن لهوايات رسالتي أتمنى التوفيق للجميع الحقيقة يعني هذا المجلس ما نقدر رحنا نحكم عليه إلى الآن ما زال مستمر يكملون دورهم لكن أنا أتمنى منهم إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله نظن فيهم كل الخير والمهمة ليست بسهلة والعمل السياسي والتشريعي والرغابي عمل مش بسيط ومحتاج جهد وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا يعني اللي أنا أشوفه ومتابعة أنه سمو ولي العهد برأسة سمو ولي العهد الله يطول عمره متعاونين تعاون تام مع المجلس لتذليل جميع المصاعب لمصلحة الناس ولكن المجلس هذا يعني حديث ولا يمكن أن نحن نحكم عليه في بداية هذا المجلس وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح بالعكس يعني هذا يو بإرادة شعبية وكانت هناك انتخابات وانتخابات حرة وواضحة وصريحة واللي فازوا ونتمنى لهم كل خير واللي ما فازوا كلهم أخواننا ورابعنا وإن شاء الله نقول المرة اللي يأي خيرها بغيرها وهذه الانتخابات وهذا المجلس والمراقبين هم الناس اللي رغبون أداهم وتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع ولكن المجلس هذا مجلس يعني ما نقدر حكم عليه ولكن أنا اللي أشوف إن شاء الله إن فيهم خير وإن هم يعني بيقومون بدورهم ما رايح يقصرون لأن العمل الرغابي عمل مبسيط ويبيني لوقت ويبيني لسعة سدر ويبيني لتعاون ومهم التعاون مع السلطة التنفيذية اليوم الحكومة تقوم بدور كبير يعني حتى على بستوان الطاقة خارج البلاد تفاقيات دولية اجتماعات تتحصل الأمور كثير يعني يمكن المجلس غايب عنها لكن لما يون ويطلعون على كذا ويصير تنسيق فيما بينهم في النهاية لمصلحة البلد ولمصلحة الناس فأتمنى التوفيق للجميع مركز التحفيض طال عمرش أسسنا يمكننا حين أكثر من عشر سنوات ومركز الحمد لله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى من المراكز الممتازة والمشاركة في بالتعاون مع الوزارة العديل ومع الأوقاف السنية ومعهم كلهم ومش مقصرين لأمانة يعني داعميننا ومحتمين ومركز يعني مركزنا وعندنا يمكن أكثر من خمسمائة طالب مشتهدين والنشاط قال والتوفيق على الله سبحانه وتعالى ف مركز التحفيض القرآن يعني عندنا مدرسين ما شاء الله عليهم يعني مشتهدين وقيمين بواجبهم وهما اهتمين بنشاط المسجد ودروس المسجد وتحفيض القرآن والحلاظات والمسابقات وإحنا معهم وداهمين بكل شي طالعمر نعم ونتمنى التوفيق للجميع لأن هذه في النهاية اللي يطلع من مركز التحفيض القرآن نشعة صالحة أو بذرة صالحة في المجتمع فالناس حريصين على أن عيانهم يكونوا صالحين وأن يكونوا جيدين وأن يكونوا نظاف يبتعدون عن أي سلوكيات تسيل للبلد تسيل لأنفسهم لأسنرهم لعوائلهم فبيوت الله دائما مفتوحة للجميع وتستوعب الجميع ترجمة نانسي قنقر شكرا